أنا عادة ما ألتفت مثل هذا الكلام لما يجي واحد يقول لك فريقنا أوروبي يعني لميين مثلنا ومدربين يجي تكلمون يقول لك والله إحنا نقدر ننفس في أوروبا دائماً أنظر هذا الكلام إنهم بمبالغات ميون خاصة يصدر من إعلامي أو من لاعبين سابقين لكن اليوم قاعد يقول هذا الكلام مدرب الفريق مدرب اللي شغال على اللاعبين وداخل معهم غرفة الملابس والتمارين اليومية والأداء هو اللي قاعد يقول هذا الكلام يقول لك ومدرب عالم يقول لك أنا أقدر بهذا الفريق ألعب في الدوليات الخمسة الكبرى وأنا عافظ صبعاً إحنا لما نتكلم عن الهلال كمجموعة الآن في الفترة الحالية أنت تتكلم عن بونو من وفين جاي تتكلم عن كولوبالي من وفين جاي نيفز من وفين جاي سافيج من وفين جاي مترو من وفين جاي اللودي اللعب الجيد هذا من وين جاي كلهم جاي من الدولة الأوروبة ومن دولة اللعبين جاي للدولة السعودية منها وما يتحدث كلام ورقي زي ما يقولون يا وعاطفي يعني عارف الموضوع مو مو الشي عاطفي مو إعلامي ولا واحد قاعد يقول هذا مدرب الفريق وحديثة وحديثة بوجود هو يعرف أنه يتحدث بكلام بتتناقل وسائل وسائل الإعلام العالمية يعني محسوب عليها برضو نتكلم عن خصوص مدرب كبير هذا مهم جداً إضافة إلى ذلك لو شفت الرقام اللي قاعد يسويها ناد الهلال في الدولة السعودي برضو تقول هذا فريق يعني زي ما يقولون جالس ينافس نفسه بنفسه يعني أنت لما تتخيل تقول أنت مثلاً أنه خسارة الكرة سبع وخمسين في المئة في الثلث الأخير اللي بعدها ناد النصر ثلاث وخمسين في المئة معناها أنه يتجوز الثلاث الثلاث الثاني ويروح الثلث عشان كده هتستغرب من الهلال طول الإمبارات وانت قاعد تشوف نص ملعب فقط الضغط العكسي باسترداد الكرة بطريقة اللعب بلعب المداورة بينهم بالأطراف كل الأشياء اللي قاعد تشوفها ولا تجد استميزها لأن السرعة اللي قاعد يقوم فيها الهلال الرتم السريع هذا ما يقدر يجري حتى اللاعبين فيه فترات كثيرة أنت عارف النادي الرايد ما سدد تسديدتين بس سدد سعيود في الشوط الأول واحدة وصدد برد 18 التسديد الثاني هي الهدف يعني نادي الرايد حرفياً لاعبين جالسين تفرجون زينا فصل قصير بعد هنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة